اشتركوا في القناة هذا الصالون الذي تم تنظيمه في مركز المؤتمرات محمد بن احمد بوهران يشهد مشاركة ازياد من 120 عارضا وطنيا ودوليا من شركات السياحة وكلات الاصفار متعاملين سياحيين وكذا مؤسسات فندقية هذا واحتفلت الجزائر اليوم باليوم الوطني للقصبة المصادف للثالث والعشرين من فيفري من كل سنة باعتبارها ارثا تاريخيا يعكس امتداد التراث الجزائري على مر العصور والازمنة وبهذه المناسبة نظم مركز الفنون والثقافة بقصر رياس البحر بالجزائر العاصمة وبالتنسيق مع مديريات السياحة لولاية الجزائر وغرفة الصناعات التقليدية والحرف معرضا ضم لوحات فنية حول القصبة من تنشيط جمعية الفنون الجميلة وكذا معرضا خاصا بمختلف الصناعات التقليدية الجزائرية الى خبر اخر ان كشفت الشركة الوطنية للسكة الحديدية اليوم الخميس ان جميع القطارات ستنطلق وتتوقف بمحطة اغا غدا الجمعة ويأتي هذا الاجراء حسب بيان الشركة بسبب اشغال تجديد السكة الحديدية على مقطع محطة الجزائر محطة اغا مستمعين انتهى الموجز الى اللقاء